منصر الشر بيبقى من الأدوار يعني بتقلق الفنان ولكن على قد ما بيتكره على قد ما بيحس انه لا ده نجاح ليه شره ما كانش عادي يعني قصة الصعود بتاعت شرلي لما لايه حد بيعمله الإحباط ده ويحاول انه يقص عليه وانه هو يكون السبب في انه يحطب أحلامه انت كان متفرج قاعد تبعيز تقتله انا كنت عايزة اقتلك منصراحة فده دليل على نجاحك ايوان يشوي بحييك مش جديد عليك النجاح مش جديد عليك الأدوار المركبة الصعبة دي ألف مبروك الله يبارك فيك وشرفتنا ونورتنا وشرفتنا الجمهور العظيم النهاردة اللي احنا نتمنى ان احنا نمتعكو وان احنا نقدم فن راقي وجميل الشخصات الشريرة هي العنصر المحرك في الدراما بشكل عام يعني طالما فيه شرير طالما فيه شرير هيبقى فيه سراع وطالما فيه سراع هيبقى فيه عرض وهيبقى فيه دراما جيدة جدا وحسب شطارة القطبين اللي هما بيتسروا مع بعضهم هيبقى العرض قوي ومتماسج فما بالك بقى بمخرج الاول مؤلف رائع ومخرج فاهم وحابب ومضحي وملحن عبقري وموزع حايل ومهندس ديكور مخلص وجميل يعني فكل العناصر الفنية كلها حب العمل شوفي مفيش واحد شارك في هذا العرض الا ما ضحى ضحى بكل حاجة وبحاجات بجد وما يبقى ست شهور من العمل المتواصل مجهود مجهود هل ده من أصعب الأدوار اللي عبلتها هو التركيبة هنا لان انا حاولت ان انا اطلع الشخصيات كل مبررة يعني ما تبقاش مجرد شخصية كارها شارلي مجانا لا هو مش كاره مجانا المغزة السياسي انه ده بيقول حاجات بتحرك فيه تضارب فيه تضارب في المصالح فيه تضارب في الايدولوجية فيه تضارب في الرؤية في الحياة يعني هو شايف ان الراجل ده خطر على امريكا وخطر على العالم كل وانه هو هيدور بمصالحه الشخصية وهيدور بمصالح امريكا وهو مقتنع بدا الراجل اللي يوصل ان هو يحاربه في كل مكان وكل ما يصعد شارلي وينجح ويتجاوز عقبة يبدأ يحفر له حفرة تانية عشان يوقعه تاني ويدافع له وجهة نظر ووجهة نظره دي يعني طبعا لانه هو شرير ولانه هو خطأ لانه احنا بنحب شارلي اصلا فالجمهور مش هيتعطف معاه لكن احيانا تسير الجدل وتخالي الجمهور يفكر الراجل ده بعمل ده ليه هي دي التركيبة او دي الصعوبة اللي انا حاولت مع المخرج ومع دكتور متحك العدل هنا احنا نحققها الحقبة